كتبت لهم الحياة من جديد هم الجرحى الذين سقطوا جراء التفجير الإرهابي الانتحاري الذي استهدف مساء السبت حاجزا للجيش اللبناني عند مدخل مدينة الهرمل وكان بالإمكان أن يكون هؤلاء شهداء في قافلة شهداء الإرهاب المتطرف إلا أن العناية الإلهية كانت إلى جانبهم وأنقذتهم ولم تجد عائلاتهم ما تفعله سوى شكر الرب وتوزيع الحلوى احتفاء بسلامتهم السيارة اللي فجرت كانت بعد عوقفة عند العسكري قبل الحاجز قبل التنبيش ضربت إيدي عجيبت يعني بدي يشل الجزين فجرت السيارة فتحت البيب حسيت حالي كلت خبطة هون بس ما عرفت إن جراحت ما جراحت ما فتحت البيب ونزلت حيات تعجنيب بعد ما حيات قلت اللي يكون فيه سيارة تاني رجعت وسمعت عسكري عم يصرخ ركعت صوبه وصلت لحد السيارة وارع بالنار بدي قطاع صار الدم ينزل ع عيني وعوجي ما عدت فيي رجعت دور سيارتي وطلعت فيه لهم عن السيشف شعرت بحالي إنه بس طرت بالهواء ونزلت بمكان تاني وبعدها شفت نار قدامي وبعدها صارت دور ع الشاب اللي معي للحظات يمكن بتلك إنه إنسان فقدت لإدراكه حتى نسيته وما بعبش نطلعت عالطريق والله بعت الإنسان ابن حلال معه جرحه معه طفلهم السيارة ومره عبي كان فيه دم يعني شعرت له أفطال عني ووصلني له والعالم مشفى والحمد لله رب العالمين جرح انفجار الهرمل يعالجون على حساب وزارة الصحة بغض النظر عن مذاهبهم وانتماءاتهم وجنسياتهم وهم إذا كانوا يشكرون الوزارة على ذلك فإنهم يتمنون بالدرجة الأولى ألا يتجرع أي إنسان بعد ألم الإرهاب ترجمة نانسي قنقر